بن سلمان في الحقيقة ضربهم ضربة كبيرة لماذا بن سلمان يكذب عندما يقول لأنه الأطباء نصحوا خشين بعض السعودين حبوا يرطبوها قال الأطباء نصحوه قالوا للأذن الوسطى ومانيش عارف وإلى آخره لماذا يكذب؟ يكذب لأنه بعد أيام سيذهب إلى أندونيسيا ومن أندونيسيا من جدة إلى أندونيسيا هي تقريبا ثمانية ألاف كيلومتر أي أن المسافة من جدة إلى أندونيسيا أو من رياض إلى أندونيسيا أكبر تقريبا مرتين تقريبا مرتين من المسافة ما بين الجزائر وجدة ويرحكوا يروح في قمة العشرين اللي حتى تعقد في شهر القادم في نوفمبر يعني القمة هذه اللي يسمونها القمة العربية في نوفمبر والأخرى قمة العشرين في نوفمبر أيضا إذن يكذب في الحقيقة أو على الأقل أراد أن يعطيهم الوجه باش ما يقولون مش ما نجيكمش قال راهوا ما نش عارفوا واذنوا ما نش عارف إلى آخر واحد البيان سخيف جدا صادر من عن السعوديين وش مباشرة بعد مهضر بن سلمان خرجوا خمسة آخرين ربع أو خمسة دعك نشوفهم قالوا من الجايين أمير الكويت قال من الجاي سلطان عمان قال من الجاي ما يسمى بملك البحرين قال من الجاي ما يسمى برئيس لبنان قال من الجاي وش بقالهم قلوا نوعين كائن هذوك مساكل مش تتحكوا عليهم ولا لكن هذا هو الحقيقة كائن جيبوتي والصومال وجزر القمر هذورهم في حالة بائسة جدا يجوا يحوسوا شوية كاش ما يدوا شوية فلوس ويروح هالثلاث بلدان خاصة موريطانيا أيضا بلدان تعبانة فقيرة مع تحياتي لحرارة موريطانيا وإخواننا في موريطانيا يشكلون معنا كلهم المغرب الكبير وكائن صنف آخر ومن حقا ثلاث أصناف كائن صنف آخر ما عندهم حتى حكم هذا في التالي يمن اليمن مسيطرة عليها الحوثيين تقريبا واللي مش مسيطرة عليها مسيطرة عليها ميليشيات أخرى وكائن ما يسمى مجلس رئاسي اليمني ومجلس رئاسي الليبي أيضا لا يملك شيء وما عندهم احتقرة وكائن العراقي اللي هو الرئيس مركز تشريفي معناها العراق وليبيا واليمن نحيه أيضا واش بقى قاو خمسة أو ست دول أخرى مصر السيسي قطر دولة المسخ تالإمارات المغرب وتونس تونس لكم عارفين أحواله ولو كان ممشور يتفعوله من مال شعب الجزائري كرا هي غلقة الإدارة التونسية لحقيقة يبقى من المهمين الملك المغربي الرئيس المصري الأمير القطري والأمير الإماراتي ممكن جدا أن الأمير الإماراتي والرئيس المصري المجرم المصري السيسي ما يجوش أيضا يديروا هلو في آخر لحظة ممكن يجو ممكن ما يجوش لكن حتى لو جوا هذه أصلا تعتبر ضربة لهم ثانيا لو يجي القطري رح يجي لأن القطري يحب يجبدهم ليه باش يبقوا معاه ما يمشولوش كثير في قضية ليبيا وإلى آخر لكن الإماراتي والقطري هما كيل كطول فار النظام لازم في زوج ما يغضب هذا ما يغضب هذا لازم يلقى كيفش يرضيهم في اثنين وإن كان أعتقد أنا الإماراتي قد لا يأتي عموما نحن نقول لا مرحبا بالسفهة في أرض الشهداء يبقى علاش هذا الملك المناسب الملك المغربي ثم ممكن أيضا في آخر لحظة يقولهم من جيش بالرغم من أنه أعلن بأنه جاي لماذا لأن السعودي هو الأهم في كل هؤلاء السعودي لا يريد للمافيا العسكرية هذه هو يدعمها يريد أن تبقى تحكم في الجزائر لكن لا يريد لهم أن يتدخلوا في بعض الملفات لا في الملف الليبي ولا في الملف الفلسطيني هما طبعا اليمني وكل شوما مع السعودية لكن لا يريد لهم تدخل في هذوق وأيضا ممكن جدا صار نيقاش على قضية ربما يعادة العلاقات ما بين النظام الجزائري والنظام المغربي إلى آخره والمافيا ما زالت لا تريد أن تنظر في ذلك ربما لكن عموما عمرها ولا كانت أي قمة عربية عندها أهمية والشعوب المنطقة يهتمون بها لأنهم عارفينهم المخير فيهم وارث الحكم المخير فيهم وكثيرين منهم جاء الدبابات خاصة فيما يسمى الجمهوريات أو الجمهلكيات الجملكيات السيسي جايب الدبابة تابون جايب الدبابة السوداني أيضا في أوضاع تعيسة جايب الدبابة وهكذا لا مرحبا بالسفهاء في عرض الشهداء لا مرحبا إن شاء الله يكون هذا أشتاق لا مرحبا بالسفهاء في عرض الشهداء وش يريد النظام من هذه يريد أن يظهر للغرب بأنه وكيل جيد وأنه ممكن أن يعاود يخنق الفلسطينيين بطريقة أخرى وأنه راه يدافع وأنه يجمع العرب هو مو جمع من هل هذا جمع لشعوب أو لنهضة أو جمع لطغاة فقط مع ذلك هم غالقين العاصمة هم طردوا الطلبة في كثير منهم من المراكز انتاحهم الجامعية وقالوا ما تدرسوا مش فقط اخذوا لحياة الجميع يزادوا وقالوا تدرسوا أونلاين هذا العشر يام الجاي وهذه العاصمة تغرق ويتم إضعافها والتشديد عليها أمنيا وراكم تشوفوا وش راح ساير في قضية راح نرجع لهذا الموضوع أيضا بمزيد من التفاصيل ومن التحليل